اشتركوا في القناة وهو جواهرج الكلمات وهو رسام الكلمات وهو صاحب المدرسة الرومانسية وهو مجدد الاغنية العاطفية الحديثة حلقتنا النهاردة عن واحد يمكن كان بيتكلم بالشعر نقدر نقول انه اعظم شعراء القرن العشرين على الاطلاق ولما هنعرفه هنعرف هو عمل ايه هنعرف ان الكلام ده انا مش ببالغ فيه حلقتنا النهاردة عن مرسي جميل عزيز مرسي جميل عزيز ابن الحج جميل عزيز موليد الزقزيق سنة 1921 من الشرقية ابو كان من كبار تجار الفاكهة هيقلوا الجو لكل حاجة فمرسي جميل عزيز حفظ ايات كتير من القرآن كتب وقرى لأهم الشعراء وفي مقدمتهم بيرم التونسي بدأ حياته في اول اغنية ليه كانت في الازاعة كانت اغنية اسمها الفراشة لحانها رياض الصنباطي لكن الاغنية مش طهرتش قوي لكن في نفس السنة عمل الاغنية اللي بدأت تشهر مرسي جميل عزيز وبدأ يشتهر كان مرسي جميل عزيز وهي اغنية لعبدالعزيز محمود اسمها يمزوق لورد بعود والعود ارتاوى والكحل في عينيه السود جلاب الهوى مرسي جميل عزيز اشتهر صيته وعلي قوي بعد الاغنية دي وبعد كده بدأ يكون له محطات مع كل المطربين او غالبية المطربين وكبار المطربين عمل لامو كلسوم فات المعاد وعمل لامو كلسوم سيرة الحب وكتب لها الف ليلة وليلة وطبعا كلمات مثلا زي كلمات فات المعاد ما اصبحتش مجرد كلمات عادية بل انها تحولت بعد كده لحكمة بيتوارسها الاجيال وما بقتش مجرد اغنية يعني زي ما بنقول مثلا على رأيي ما بقت مثل يقول عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان كان صاحب النصيب الاكبر من اغاني مرسي جميل عزيز كان عبدالحليم حافظ كتب لعبدالحليم حافظ خمسة وثلاثين اغنية كتب له بأمر الحب كتب له نعم يا حبيبي نعم كتب له نار كتب له اسبقني يا قلب اسبقني كتب له اغنية الليالي كتب له جواب كتب له راح وعبدالحليم حافظ بصراحة كان محظوظ مع مرسي جميل عزيز نار يا حبيبي نار حبك نار مر يا حبيبي كان ليه باعتاني مع شدية عمل لشدية شباك نسة تيرو حرير عمل لشدية على عش الحب عمل لشدية وحيات عينيك وفداها عناية فريد القطرش عمل لفريد القطرش ما نحرمش العمر من عطفك علي وعمل له أنا وانت ولا حد تلتنا ويكتب له يا حبيبي يا غيبين فايزة احمد بقى فايزة احمد كانت يمكن يكون اول اللي شجعوها وامنوا بموهبتها اوي كان مرسي جميل عزيز واول من وقف جنبها وعمل لها اغاني جميلة اوي ويمكن اشهر اغاني فايزة احمد واحب اغاني فايزة احمد للناس في قصة شهيرة اول مرسي جميل عزيز مرسي جميل عزيز كان مرة راكب العربية بتاعته وكان جايب معاه اتنين كيلو كباب وحطتهم في العربية دي وهو في الطريق في حتة كده ارياف شوية العربية شرقت وعايزة ميا مرسي جميل عزيز نزل عشان خاطر يشوف حد ياخد منه ميا لقى هناك بيت منور فراح عشان يخبط عليه يسألهم في شوية ميا يحطهم للعربية راح مرسي جميل عزيز وكانت الليلة دي ليلة امر 14 راح مرسي جميل عزيز خبط على الباب لكن وهو بيخبط على الباب لقى ان الكلاب هتتلمع العربية واحتمال تأكل الكباب بتاعه رجع مرسي جميل عزيز تاني للعربية في الوقت اللي خرجت بنت فتحت الباب فما لقيتش حد بيخبط فلما والدتها بتسألها مين اللي بيخبط فالبت بصك يمين شمال ما لقيتش حاجة غير امر 14 هو اللي بنور فقالت لها مفيش ده يما ده الامر على الباب ساعتها قاعد مرسي جميل عزيز وينسي الكباب وينسي العربية وينسي كل حاجة وقاعد كتب في مكانه يما الامر على الباب لفايزة أحمد يما الامر على الباب نور أنا دينه يما الامر على الباب نور أنا دينه كان ليه مع محرم فؤاد عمل محرم فؤاد والنبي لنكيد العزال وعمل له يا غزال اسكندراني وعمل له ندم وعمل له رمش عين ولي جريحني أغاني حسن ونعيمة كلها فيلم حسن ونعيمة اللي عملها مرسي جميل عزيز عمل لوردة أجدب عليك وعمل لوردة معقول أحب تاني طب عمل لعفاف راضي عمل لعفاف راضي أغاني جميلة جدا منها مثلا أغنية تعوج الطائية العيد طائية وحلف قال إيه ما بينامشي ونزم به هكذا قال إيه ما برمشي الرئيس جمال عبد الناصر تكرمه بوسام العلوم والفنون سنة 1965 ومرسي جميل عزيز سنة 1980 جاله مرض خطير جدا سافر أمريكا وعشان خطر يتعالج منه وقعت فترة طويلة جدا يتعالج منه لكنه في النهاية رجع مصر ومات على أرض مصر واتدفن في مصقة راسه في الزأزيق بمحافظة الشرقية النهاردة حبينا نلقي الضوء على جواهرج الكلمات مرسي جميل عزيز والأغاني اللي احنا قلناها للمطربين دي ما هياش كل اللي كتبوا مرسي جميل عزيز صاحب الألف أغنية نكحة أغاني مرسي جميل عزيز كلها نكحة وكلها نكحت ما نقدرش نحصرها وما نقدرش نحصر كل المطربين اللي كتب لهم مرسي جميل عزيز بس كفاية في الزمن اللي احنا فيه ده اللي انعدمت فيه الكلمة الحلوة وانعدم فيه الزوء الراقي ان احنا لازم نحي الناس دي ونتكلم عليهم وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة